الله أعطيكم العافية وصلنا اليوم للجزء الأخير من شابتر 15 اللي هو موضوع السفيريكل مثل هذه الطريقة المحببة أكثر إشي للدكاثرة في الأسئلة يمكن أكثر طريقة بيجعلها أسئلة في الامتحان سواء كان الامتحان مقالئ أو كان الامتحان ملتبل شويس فكرة هذه الطريقة وهي طريقة تعبير جديدة عن النقاط يحكينا أنه إحنا زمان كنا نعبر عن النقاط في الكارتيزين X, Y, Z بعد هيك تعلمنا طريقة سميناها البولر اللي هي صورنا نتعابل فيها بر وثيتا طبعا نحن نسميها بولر في حالة double integration أو بحالة خلنا نحكي two space ومنسميها cylindrical في حالة three space تمام اللي هي طريقة موازي طريقة cylindrical لطريقة البولر الآن في عندي طريقة هي فقط تستخدم هاي الطريقة فقط تستخدم في حالة three space أو في حالة triple integral تمام اللي هي طريقة طريقة السفيريكل مكونة من ثلاث عناصر رو وثيتا وفوي خلنا نفهم كل واحدة هذه الرموز شو معناها بالبداية رو هو عبارة عن الضلاحة يعني لو أنا كانت في عندي خط زي هيك تمام خط موجود بهاية طريقة فطول هذا الخط هو عبارة عن رو طول هذا الخط هو عبارة عن رو تمام الآن الإشي الثاني هو عبارة عن theta وثيتا هي نفس الثيتا اللي درسناها في البولر هي نفس الثيتا اللي درسناها في البولر يعني لو كان في عندي خط زي هيك ثيتا هي الزاوية هاي هي الزاوية مع positive x axis تمام؟ وطبعا احنا كنا ماخدين سابقا انه هذا الاشي هو عبارة عن r طبعا احنا بنعرف دائما انه الارتفاع تبعنا هو عبارة عن z طبعا بس احنا هون ما عنا z بس للتذكير تمام؟ الان شو هي phi phi تعريفها هي الزاوية هي الزاوية بين rho وبين positive z axis الزاوية بين rho وبين positive z axis مجموعة قوانين رح نستخدمها دائما بالحل تبعنا طبعا هاي القوانين جزء منها رح نستخدمها لأسئلة التحويل بالنقاط مثلا من بولر او من cylindrical الى spherical او من spherical لكارتيزيان قوانين رح نيجي نستخدمها زائد انه ممكن نحتاجها في triple integral بالاشياء اللي حنشوفها كمان شوي خلا نشوف هاي القوانين من وين اجتت اول اشيه القانون الاول اللي نعرفه هو عبارة عن rho تربيع بتساوي X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع طبعا لليسأل هذا القانون فعليا من وين اجابه نحن هون لما اسقطنا هاي هيك هاي عبارة عن زاوية قائمة تمام؟ فهات صفة مثلث قائم الزاوية قيمته R تربيع زائد Z تربيع بتساوي الوتر تربيع اللي هو rho تربيع وبحكم أنه إحنا سابقا أخذنا أنه R تربيع عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع فصفة R تربيع هي عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع أو R تربيع زائد Z تربيع من خلال المثلث اللي إحنا رسمينه هون نجي هلأ للقوانين الأهم اللي هي قيمة Z و قيمة R لو طلعنا كملنا هاي بهاي الطريقة تقريبا بشكل مهازي لهذا فهذا هو عبارة عن R تمام وهاي هي عبارة عن Z هذه R مقابلة لهاي وهاي Z مقابلة لهاي لو إجينا نطبق الآن قانون الكوسين والسين كوسين الفاي هي عبارة عن المجاور على الوتر مجاور على الوتر مشانا هيكة Z كيف منجيبها Z هي عبارة عن Rho Cosin Phi جبناها من المثلث اللي هون يعني اللي بنسى هاي القوانين بس إذا هو فهم هاي الرسمة يمكنه طلع هاي القوانين كاملة تمام Z هي عبارة عن Rho Cosin Phi تمام و R هي عبارة R هي المقابل يعني Sine Phi هي عبارة عن المقابل على الوتر R على Rho بالضرب التبادل يطلع معنا R بتساوي Rho Sine Phi وإحنا سابقا كنا ماخدين أنه X عبارة عن R Cosin Theta لو حبيت أكتبها بدلالة السفيريكل ما بصير يكون عندي بالسفيريكل R مسموح Theta طلعوا مسموح يكون فيه Theta و Phi و Rho بس ما بصير يكون فيه R فبأخذ R من هون فرح تطلع عبارة عن Rho Sine Phi Cosin Theta بينما Y هي عبارة عن Rho Sine Phi تمام Sine Theta هذه قيمة X و قيمة Y في السفيريكل قيمة X و قيمة Y في السفيريكل هذه في السفيريكل تمام القوانين ستشوفوها كثيرا بس هي شغلتها سهلة وبسيطة لما نجدها تطبيق الحل طبعا سابقا كنا نعرف أنه Theta منقدر نجيبها من تاني inverse Y على X الآن Phi هي عبارة عن Cosin inverse Z على Rho لو اجيتوا لCosin Phi هي Cosin Phi هو عبارة عن المجاور على الوتر سيقول واحد طب لماذا لا استخدمت Cosin inverse Z على Rho لماذا لا استخدمت Sin inverse R على Rho لأنه غالبا بالامتحان أنتوا بيكونوا عندكم هدول التنتين تمام فبنستخدم هدول التنتين لإيجاد قيمة Phi يعني عادة المتحان ما بيكون مثلا معطيكم R بيكون معطيكم الزد والRho فأسرع شيء تطلع Phi عن طريق الزد وعن طريق الرho تمام نجي الآن لآخر قوانين رح نستخدمها بحكي لي لو كان في عندي معادلة طبعا هاي عبارة عن Rule الرول بتحكي لو كان عندي معادلة بتربط بين Z و R بهذا الشكل أنه Z عبارة عن عدد مضروب في R يعني Z بتساوي 3R Z بتساوي 2R بهاي الحالة بقدر أطلع Phi على هذا القانون Phi هي عبارة عن Tan inverse واحد على A اللي هو مقلوب العدد اللي هون يعني مثلا لو كان في عندي سؤال قيمته Z بتساوي ثلاثة R فبهاي الحالة Phi بتساوي 10 inverse واحد على ثلاث تمام لو كانت مثلا هاي جذر الثلاث فبهاي الحالة صفي هاي 10 inverse واحد على جذر الثلاث تمام وباجب أطلع 10 inverse واحد على جذر الثلاث هذا بالنسبة خلنا نحكي كتعريف بسيط للرموز اللي احنا رح نيجي نتعامل معها تمام الرho بهمنا مرة تانية هو عبارة عن المسافة هاي تمام وهو عبارة عن معادلة السفير نفسها بالمناسب اللي هي X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع يعني رو في الكالكولوس 3 هي زي أكنها تمثل راديس سفير هي زي أكنها تمثل الراديس لسفير هاي هي رو تربيع تمام بعد هيك في عندي الثيتا والفاي ثيتا هي نفسها ثيتا اللي اخدناها في البولر فاللي بعرف يطلع ثيتا في البولر أو بالسيلندري فالأمور رو حتكون تمام وفايل الإشي الجديد هي زاوية محصورة بين الموجب Z axis والرو موجب Z axis والرو آخر شغلة نحكي عنها قبل ما ندخل بتفاصيل أكتر إحنا سابقا كنا حكيين أنه الثيتا ممكن تكون زاوية محصورة بين 0 و 2 باي يعني أكبر إشي شفناها لثيتا أنها تكون من 0 ل 2 باي دروس الماضي كان أحيانا نطلع معي ثيتا بالربع الأول فقط مثلا من 0 لباي على 2 أو من باي على 2 لباي تمام لكن أكبر إشي ممكن لثيتا أنها تكون من 0 ل 2 باي مع عمر شوف الثيتا أكبر من 2 باي نلف أكثر من لف كاملة لكن الإشي المهم هلأ بنعرف أنه الفاي هي زاوية حدها الأقصى هو باي حدها الأقصى هو باي بمعنى أنه إحنا لو كان في عندي رسمة مثلا كرة رسمة كرة كاملة هيك مضللة كاملة فبهاي الحالة أنا بس بقيس فاي لعندي باي بقيس فاي بأعتبر أنه أنا هون ببلش بالموج بزد أكسس وببلش أمشي إذا كان كل هذا الإشي مضلل فالماكسيمم تبعي هو من 0 لباي يعني اللي هي المحصورة بين الصفر والباي هذا هو الماكسيمم تبعي هاي سوري هي الفاي مش الثيتا تمام فهذا هو الماكسيمم تبعنا للفاي من 0 لباي هلأ حنتعلم كيف نيجي نطلع في بالإشي كمان شوية بس نعرف أنه هذا هو الماكسيمم تبعنا نجي للجزء التاني جزء التاني بحكيلي أنا كيف أوجد قيمة رو وثيتا وفاي في حالة السفر نركز مع بعض احنا اتفقنا قبل شوي أنه معادلة رو هي عبارة عن X تربية زائد Y تربية زائد Z تربية ومن هاد الإشي يعني هي عبارة عن راديس لإيش راديس لكرة فبالامتحان عشان آجي أطلع رو شو بعمل نبحث عن معادلة كرة بدور بالسؤال على معادلة كرة معادلة الكرة هي اللي راح تعطيني رو دائما معادلة الكرة هي اللي بتعطيني رو بحيث رو تربية هي عبارة عن رو تربية هي عبارة عن X تربية زائد Y تربية زائد Z تربية يعني بالامتحان لو كان في عندي معادلة كرة قيمتها X تربية زائد Y تربية زائد Z تربية تساوي 4 فهونا بعرف انه رو تربيع بتساوي 4 يعني رو بتساوي 2 تمام هيك انا بكون طلعت قيمة رو طب لو السؤال كان بيحتوي على كرتين بكون عارف بهذا السؤال انه انا في عندي رو 1 وفي عندي رو 2 تمام لكن مبدئيا انا رو ما بقدر اطلعها الا من معادلات الكرة الا من معادلات الاسفير نجل للجزء الثاني الجزء الثاني اللي هو كيف اطلع فاي وهو خلينا نعتبره اصعب اشي في الاسفيركل ليه؟ لانه رو بجيبها هون بشكل مباشر يعني بالنظر انتوا دائما بتيجوا تطلعوا الرو لكن وثيتا طبعا هي انتوا تعرفوا تطلعوها بالسيلندرق البولر رسمتها اشي كتير بسيط بس ترسموا رسم الدائرة 2D بتقدروا تطلعوا ثيتا لكن الصعوبة بتيجي هون دائما لما نيجي نطلع فاي بالبداية خلونا نتذكر فاي تعريفها هي الزاوية من positive z axis لنهاية المنطقة المضللة تمام هاي هي تعريف الزاوية ايش؟ تعريف الزاوية فاي يعني ببلش من بداية المنطقة المضللة لنهاية المنطقة المضللة وتقاس الزاوية من الموجب z axis بحكيلي في عندي ثلاث او اربع حالات للفاي الحالة الاولى انه يكون السؤال بيحتوي على كون علوي او كون سفلي هذا هو الكون العلوي وهذا هو الكون السفلي انه يكون السؤال بيحتوي فقط على كون علوي او كون سفلي معادلة كون العلوي عادةً من هذا الشكل ز تجيد موجب جذر هناك الكون السفلي ز تجيد سالب جذر ونبشر كممثلاً X تربية زائد Y تربية 4X تربية زائد 4Y تربية 2X تربية زائد 2Y هذه هي إعبارة عن معادلات الكون ممكن incluون علوي وممكن asscito يعني لو شفتم امتحان هذا او هذا انا بهاي الحالة بحكيلي لو اجينا مثلا الكون العلوي خلونا نفهمها الكون العلوي يعني لو كان مضلل عندي بالسؤال هذا الاشي طبعا عشان تكونوا عارفين ما رح احل ولا سؤال عن طريق الرسم يعني ما رح نيجي نرسم رسمات 3D ابدا احنا نفهم الكونسبت العام نفهم الكونسبت العام وبعد هيك الحل تبعنا كل ياته سيكون قبعنا عن رسمات 2D تمام؟ هنحول كل اشي بالرسمات لرسمات 2D طبعا هتلاقوا الشرح سواء في عند الدكاترا او في الكتاب كل ياته رسمات 3SPACE بس هذا الاشي صعب تخيله في الامتحان تمام؟ فإحنا بدنا أسرع طريقة للحل فإذا فهمتوا الكونسبت اللي أنا بدي أشرحه هون هتشوفوا كيف الحل هيكون اشي كتير بسيط تعالوا نتطلع هذا الرسمة لو كان عندي كون علوي يعني هون ظلل هذا الاشي بالمنطق لو اجيت اطلع فاي فاي بالمنطقة المظلة اللي تطلعه هذا الجزء اللي بالسالب ما بتطلع عليه أنا دائما بطلع بس على الجزء الموجب ببلش من Z access الموجب من هون لهون لاحظوا هاي هي فاي هاي عبارة عن فاي امبلشة هون وقيمة فاي هون صفر تمام؟ وواصل لهذا الخط واصل لهذا الخط هذا الخط له قيمة في فاي هذا الخط له قيمة بالفاي تمام؟ فبيحكيلي دائما دائما إذا كنت بحكي عن أبر كون فإنتم غمضين كونوا عارفين أن حدود فاي في السؤال حدود فاي في السؤال حدود فاي في السؤال حلنا نحكي عادين عن triple integral يعني لما أحكي دي فاي تمام؟ معناته أنا عندي من فاي 1 لفاي 2 لما أحكي دي رو يعني عندي من رو 1 لرو 2 فحدود فاي في السؤال بتكون محصورة بين الزيرو والفاي اللي بدي أطلعها من هون طب كيف ننطلع هاي من هون؟ بحكيلي دائما لما يجيكم سؤال زي هيك بتحاولوا ترجعوا لقانون زد تساوي عدد مضروب في R اللي حكيت عنه قبل شوي يعني لو اجيتوا له هذا السؤال هذا السؤال عبارة عن زد تساوي جذر الثلاثة X تربيع زائد ثلاثة Y تربيع يعني هو عبارة فعليا عن زد تساوي جذر الثلاثة R كونه X تربيع زائد Y تربيع وخذ ثلاثة عم مشرك هي عبارة عن R تربيع جذر الR تربيع R بما انه زد تساوي جذر الثلاثة R إذن فاي حسب القانون هي عبارة عن tan inverse واحد على هذا الرقم هيك أنا قدرت أطلع فاي هاي فاي اللي طلعتها هي اللي باجي بحطها هون تمام؟ فدائما بتكون فاي تبعتكم محصورة بين الصفر وبين الزاوية اللي بتكون تطلقوها من المعادلة الكون اللي معطى في السؤال يعني معادلة الكون اللي معطى في السؤال بتحولوها لهذا الشكل ستطلع معكم فاي قيمة معينة لفاي بتحطوها هون تمام؟ فهيك بتكون اجبتو الحد السفلي والحد العلوي الآن لو كان السؤال بيحتوي على lower cone مش upper cone lower cone هي lower cone مبلش من هون وبنتهي هون طلعوا حدود رسمتي حدود رسمتي من هون لهون برضو ما احد يجي يحكي لي ليش ما بتشوف قعد المنطقة المضللة اللي هون لانه هذا هو الماكسيموم تبعنا في فاي فأنا بطلع عليها من هون لهون هاد القيمة اذا هاي القيمة كانت صفر هون حتكون تسعين درجة هون حتكون مية وتمانين درجة فلاحظوا فاي بتكون محصورة بين مية وتمانين درجة وبين الزاوية اللي طالعة هون طب شو هاي الزاوية اللي طالعة هون كي لنفس الإشي هاي الزاوية هي اللي بوجودها من هاي المعادلة على نفس القانون اللي هون على نفس القانون اللي هون طبعا بحكم إنها سالبة حتطلع معي زي أكنها زاوية موجودة في الربع التاني فبحكي لي في حال كنت بحكي عن lower cone ففي محصورة بين الزاوية الناتجة من معادلة lower cone المعطاة في السؤال لما أحولها على هذا الشكل تمام وأستخدم فيها هذا القانون وبين buy كيف جبناها بين buy؟ هيا تمام وهذا الإشي هنفهمه أكتر في الـ examples هنفهمه أكتر في الـ examples طبعا ممكن واحد يحفظها خلص السؤال فيه upper cone بعمل هيك فيه lower cone بتكون هاي الحدود تبعتي تمام نجح للحالة الثانية لو كان السؤال بحكي لي outside cone كان معطيني cone لا هو أبر ولا هو lower بده double cone كامل كان بده double cone كامل بس إيش حكالي؟ حكالي بدي المنطقة الخارج الكون وين المنطقة الخارج الكون؟ هاي هي المنطقة الخارج الكون وهاي هلا بما أنه أنا عم بحكي عن phi phi فعليا ما بيتهمني المنطقة اللي هون اللي جاي بالسالب تمام؟ لأنه أكبر إشي زي ما اتفقنا بـ phi هو عبارة من صفر لـ phi هذا أكبر إشي طلعوا المنطقة المضلة اللي تبعتي وين موجودة؟ المنطقة المضلة اللي تبعتي موجودة هون لهون من هذا الخط لهذا الخط طب كيف بجيبهم؟ كيلي هذا الخط هو عبارة عن theta one وهاي theta two إحنا دايما لما يكون عندي كون كامل كيف بتكون معادلته؟ بتكون معادله على شكل مثلا زت تربية بتساوي x تربية زائد y تربية يعني ما بيكون حاكي لي لا هو جذر موجب ولا هو جذر سالب بيكون السؤال معطيني كون كامل بس هون بيكون حاكي لي أنه فيه جذر موجب أو جذر سالب هون بيكون معطيني كون كامل وبيكون حاكي لي أنه أنا outside هذا الكون فشو بتجوا بتعملوا؟ هذا الكون ممكن تقسموه لكون علوي وكون سفلي الكون العلوي بتجيبه من خلاله theta 1 زي ما جبناها هون تمام؟ والكون السفلي والكون السفلي lower cone بتجيبه منه theta 2 وفعلياً phi 1 و phi 2 الفي تبعتكم هي بتكون الزاوية المحصورة بين phi 1 و phi 2 ليش؟ انه هو بدون منطقة الخارجة بدون منطقة الخارجة هاد الإشار بالامتحان ممكن واحد يسأل طبلا وهو طلب المنطقة الـ inside الـ double cone كامل سهلة بحكيله فعندي من صفر لـ phi 1 و من phi 2 لـ phi تمام؟ بس هذا الشيء ما بجيبه بالامتحان تمام؟ يعني دائماً بالامتحان إذا بدوا إياكم تكونوا inside بعطيكم inside يا إما كون علوي أو كون سفلي مش كون كامل مش double كون إذا بجيب كون كامل بيكون حاكي لكم outside هذا الكون بيكون حاكي لكم outside هذا الكون فهيك أنا بكون أوجدت حدود الـ 5 بالسؤال هذا الحد السفلي وهذا بيكون الحد الأولوي للتكامل بالـ phi هلأ الكيس الثالثة والرابعة أسهل بكتير بحكيل لو السؤال أصلاً ما كان بيحتوي على كون يعني السؤال أصلاً ما كان بيحتوي على كون كان السؤال فقط بيحتوي على سفير فبهذه الحالة في سفير تبعتي نوعين ممكن تكون سفير سنترها 0-0-0 وممكن سفير تكون سنترها 0-0 وعدد زد يعني يكون لها ارتفاع معين بحكيله بالبداية لو كانت عندي سفير سنترها 0-0-0 يعني كانت عندي سفير في هاي المنطقة فبحكي لي بهاي الحالة إذا كنت عم بحكي عن سفير علوية كنت عم بحكي عن جزء العلوي من السفير بالمنطق إيش هتكون حدود phi؟ إذا كنت بحكي عن المنطقة العلوية هيك كاملة يعني كانت سفير زي هيك تمام؟ لو كنت بحكي بس عن المنطقة العلوية فهي phi من 0 لـ phi over 2 طب لو كنت عم بحكي عن الجزء السفلي لو كنت بحكي عن هذا الجزء السفلي ففي بتكون من phi over 2 لـ phi ومرة تانية ما حد يحكي ليش ما أخدتها من phi over 2 أخدتها لهون لأنه أنا ما بهمني أكبر قيمة ممكن عندي بالفي بتوقف هون وقال لي قيمة بتوقف هاش؟ بتبلش من هون هل لو حكي عندي سفير كاملة لو كانت سفير كاملة فخلص بأخذ الـ phi بالكامل شو هي الـ phi بالكامل من 0 لـ phi يعني أكبر إشي ممكن لـ phi هو من 0 لـ phi هاد لو أعطاني كنت مظلل المنطقة كاملة من هون لهم تمام؟ لكن إذا كان عندي سفير لها ارتفاع يعني الـ center تبعها مش 0-0-0 كان لها ارتفاع معين فبحكي لي إذا كانت هاي ارتفاعها طالع معي بحيث أنه السفير كلياتها بالكامل موجودة أعلى من الـ x-y plane يعني السفير تبعتي كانت كلها هيك موجودة هون طلعوا كان هذا الجزء اللي مضلل بالسفير فبهاي الحالة السفير كلياتها هتعمل لي حدود التكامل مخصورة طلعوا بين 0 و buy over 2 يعني صح هي السفير كاملة بس لأنه السفير كلياتها جاي فوق الـ x-y plane فبهاي الحالة phi بتكون مخصورة بين 0 و buy over 2 لكن لو كانت السفير كلياتها تحت الـ x-y plane فبهاي الحالة phi بتكون من buy over 2 لل buy أولها حتشوفوها هنا حفظ بعد هيك حتصروا تتعاملوا مع الأسئلة يعني تحلوا سؤالين ثلاثة حتشوفوا أنه موضوع كتير بسيط موضوع كتير بسيط باختصار كما مخصص له احنا حيكون في عنا رو و phi و theta مبدئياً رو أسهل إشي ممكن بالنظر دايماً بتقدروا تطلعوا رو بتيجوا تدوروا على معادلة السفير في السؤال معادلة السفير هي اللي بتعطيكم قيمة رو سفير واحدة رو واحدة سفيرتين بيكون في عنا رو و two طيب لما يكون في عندي رو واحدة إيش بتحقون حدود الرو؟ احنا عنا حد سفلي وعلوي؟ يكون من صفر مثلاً لتنين من صفر إلى ثلاث من صفر إلى أربعة هاد لما يكون السؤال في هو سفير وحدة لما يكون السؤال في هو سفيرتين بتطلع معي رو واحدة رو الصغيرة هي الحد السفلي رو الكبيرة هي الحد العلوي تمام؟ هاي حدود الرو الانيجي الآن لحدود الفي حدود الفي بحكيلي في حال السؤال كان يحتوي على كون هذا الكون يا بيكون أبر يا بيكون لور يا بيكون كون كامل هلأ إذا كان أبر فبهذه الحالة بالمنطق حدودي بتكون من 0 للزاوية high تمام إذا كان لور حدودي بتكون من الزاوية high لل buy over 2 تمام الزاوية high والزاوية high كيف بجيبها؟ بجيبها على هذا القانون بحاول أكتب معادلة الكون على شكل زد تساوي عدد في R وبستخدم إنه إيش phi عبارة عن tan inverse واحد على العدد واحد على العدد الآن لو طلب مني كون كامل فكونوا عارفين إنه هذا الكون الكامل سيكون بده outside هذا الكون outside هذا الكون فبتكون حدودي من phi 1 ل phi 2 الآن الحالة الثالثة والرابعة للفي أنا بحكي الحالة الثالثة والرابعة للفي لو السؤال بده phi بس ماذا أعطيني كون؟ هلأ كونوا عارفين أنه هون إنتوا ما حتقدر اطلع قيمة فاي من خلال القوانين يعني أنا متى بقدر أطلع قيمة فاي من خلال القوانين يعني بحيث تطلع الجواب معي باي على أربعة باي على ثلاثة باي على ستة بس إذا كان السؤال فيه كون الآن السؤال إذا ما كان فيه كون فكونوا عارفين أنه فاي حدودها رح تكون المحاور الرئيسية يعني صفر باي على ثنين باي تمام حتكون محصورة بواحدة من هدول التلات طب كيف بجيبها بيكيلي بالمنطق هنا إنتوا إيش تفهموها بالمنطق إذا كنتوا بتحكوا عن سفير سنترها زيرو 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 يعني هي كاملة بس بدوا الجزء بس العلوي منها الجزء العلوي بحكي له من زيرو لباي على ثنين بدوا بس الجزء السفلي من باي على ثنين لباي بدوا سفير كاملة من زيرو لباي الآن لو كان عندي سفير كاملة بس كانت إيش كل إياتها فوق الـ x y plane برضو بتكون من زيرو لباي لأنها كلها فوق الـ x y plane تمام لكن لو كانت السفير تبعتي كاملة بس كل إياتها تحت الـ x y plane تكون عندي من باي على ثنين لباي هاي كل الكيسز اللي إحنا ممكن يتمر معنا في حالات الفاي نحكي الآن عن الجزء الأخير من عناصر طبعا ثيتا مرح تلاقو فيها اشي كتير جديد لانه هي اصلا اخذناها احنا في البولر والسيلندريكال زي ما سبق حكينا ثيتا بحكيلي دائما عشان نجيبها بنرسم رسمة دائرة 2D تمام الان رسمة الدائرة 2D اللي احنا حنيجي نرسمها هي عادة بتكون اما بهذا الشكل تمام او بهذا الشكل يعني اللي هي بتكون على شكل Y يساوي Y يساوي X يساوي X يساوي بتكون عارف دائما إذا ما يعطيني Y يساوي موجب الجذر فهذا شيء كنا باخدينه سابقا هو عبارة عن نصف علوي يعني إنها ليست دائرة كاملة هي النصف العلوي من الدائرة بس لما يكون الجذر سالب فيها الحالة نحنا بنحكي عن نصف سفلي من الدائرة بينما لما يكون على شكل X يساوي فهذا بصير النصف اليمين ولما يكون سالب بيكون هذه الحالة بنحكي عن النصف اليسار ولما يكون معادلة جايب بهذا الشكل طبعا هذا مش شرط واحد ولا هاي واحد يعني هذا الواحد هي عبارة عن R تربيع فبهذه الحالة بتكون بتحكوا أنتوا عن دائرة كاملة طبعاً إنتوا لو ما تكونوا بتحكوا عن دائرة كاملة فإحنا وقتها بتكون phi أو عفواً بتكون theta من 0 إلى 2π تمام؟ بنحكي والله عن نص علوي بتكون من 0 لπ نص فلي من π إلى 2π لو كنت بحكي عن النص اليمين النص اليمين طلع عليه من تحت من سالب π على 2 مثلاً للπ تمام؟ أو نص اليسار بنفس الطريقة من π إلى 3π على اثنين هاتش هنشوفه من خلال الإكزامبل لازم نتذكر طبعاً أنه theta دائماً بتكون زاوية بين 0 و 360 درجة نأتي للنوع الأول من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان وهو بيجي بيعطيني تكامل تمام؟ تكامل triple integral وبحكي لي هذا التكامل triple integral وبعطيني مثلاً كارتيزيان أو بعطيني مثلاً اللي هو نفسه ريكتانجلر وبعطيني مثلاً سيلندريكال وبحكي لي حوله لأسفريكال بحكي لي حول هذا التكامل لأسفريكال يعني شون يعني نحول لأسفريكال يعني تصير هاي عبارة عن رو ثيتا فوي هلأ نتذكر شغلة قبل ما نحل احنا دائماً لما نحول أي تكامل في الدنيا لأسفريكال شو اللي بصر عندي؟ هلأ X تربية زائد Y تربية زائد Z تربية هاي بدي أحولها بدلالة رو وثيتا وفوي طبعاً احنا بنعرف أنه هذا المقدار هو عبارة عن رو تربية تمام؟ لكن DZ DY DX هاي اللي كنا نسمينها احنا سابقاً DV هاي منسميها DV هلأ DV في حالة DV في حالة الاسفريكال قيمتها رو تربية سين فاي دي رو دي ثيتا دي فاي تمام؟ وعشان نتذكر الترتيب دائماً مهم دي رو دائماً هي في البداية لازم دائماً أبلش بـ دي رو وهذا الإشي ثابت بغض النظر عن المقدار اللي هون تمام؟ بغض النظر عن المقدار اللي هون طبعاً لو إجيت أنا سألتكم هاد السؤال بعبر عن إيش؟ تذكروا هاد ما بعبر ولا عن إشي لو كان السؤال هيك بدون اقتران هون فهون أنا عم بعبر عن فوليوم تمام؟ طبعاً هاد ما بهمني هو أصلاً مش طالب مني حتى جواب التكامل هو بس بديني أغير الحدود لتصير رو ثيتا فاي هلأ ثيتا و فاي مسموح لكم تبدلوهم ثيتا و فاي مسموح لكم تبدلوهم يعني تخطوا فاي بالأول بعدين ثيتا أو تخطوا ثيتا بعدين فاي فبهذا السؤال أنا محتاج أوجد حدود الرو حدود الثيتا حدود الفاي خلوني أكتب كل المعادلات اللي موجودة عندي في السؤال كيف ببلش أكتبها؟ ببلش أنا دي أكس هو التكامل الأخير معناته في عندي أكس يساوي تنين وفي عندي أكس يساوي سالب تنين هادولة واي يعني في عندي واي بتساوي جذر أربعة ناقص أكس تربيع وفي عندي واي بتساوي سالب جذر أربعة ناقص أكس تربيع في عندي الزد الزد هي عبارة عن اتنين زائد أو ناقص وره زائد ومره ناقص جذر أربعة ناقص أكس تربيع ناقص واي تربيع نبدأ في الرو، حكينا دائماً إحنا عشان نوجد معادلة الرو بدور في السؤال على معادلة الكرة وين معادلة الكرة من هدول؟ هاي هي معادلة الكرة هاي معادلة الكرة لو إجينا لهاي المعادلة وربعنا الطرفين عشان نوصل لشكل معادلة الكرة لما نربع الطرفين هتطلع معي يزد تربيع بتساوي بدأ أحط تربيع هون تمام؟ بدنا نحط هون تربيع أو بالبداية عشان بس هيك نسهل على حالنا خلنا ننقل الاثنين وبعدين نربع يعني خلنا نخليها زد مينس تو تربيع عشان التربيع يلغي الجذر تمام؟ هلأ سواء كان موجب أو سالب بما أني بدي أربعه فرح يروح هيصفي أربعة ناقص X تربيع ناقص Y تربيع جيب هدول التنتين هناك هيطلع عندي X تربيع زائد Y تربيع زائد بالبداية زد مينس تنين الكل تربيع بتساوي أربعة هاي عبارة عن معادلة السفير هاي عبارة عن معادلة السفير هلأ هاي المعادلة السفير من خلالها بدي أحاول أوجد قيمة رو من خلالها بدي أحاول أوجد قيمة رو الآن كيف بدي أحاول أجيب قيمة الرو من خلال هاي المعادلة الآن عشان نتذكر إحنا بس كيف كنا نطلع رو إحنا عشان طلق قيمة رو حكينا لازم يكون في عندي X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع لأنه رو تربيع هي عبارة عن X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع فأنا لازم أوصل لهذا الأشي فكوا هذا القص هيتطلع معي X تربية زائد Y تربية زائد Z تربية ناقص 2 في الأول في الثاني يعني 4Z زائد 4 تساوي كم؟ 4 الأربعة مع الأربعة هاي راحت X تربية زائد Y تربية زائد Z تربية هي عبارة عن Rho تربية ودوا الأربعة Z على الجهة الثانية فRho تربية بيطلع تساوي 4Z الآن Rho ما بصير تكون بدلالة Rho ما بصير تكون بدلالة Z أو X أو Y لأنه أنا ممنوع يكون في عندي إلا إيش إلا Rho Theta Phi هدول العناصر أو خلنا نحكي هدول الـ variables اللي أنا مسموح لي أستخدمهم فهرح أرجع للقوانين اللي حكيتنا في بداية المخاضرة الرسمة تبقيتنا ها نعتبر إنه إحنا نسيناها أرسموا Rho تمام؟ اتذكروا دايما أنه هاي عبارة عن Z اللي هي الارتفاع هاي عبارة عن R وهاي عبارة عن Phi الآن أنا بدي Z Z هو المجاور تمام؟ إذن Z هي عبارة عن Rho cosine Z هي عبارة عن Rho cosine Phi Rho مع Rho بتروح فRho شو طلعت بتساوي بالآخر؟ 4 cosine Phi بسأل حالي سؤال هل في عندي معادلة سفير تانية في هذا السؤال؟ هل في عندي معادلة سفير تانية بهذا السؤال؟ لاحظوا إنه سواء أنا أخدت الموجب أو أخدت السالب سواء أنا أخدت الموجب أو أخدت السالب فبهاي الحالة بالحالتين أنا لاحظوا إنه إينش ما طلع معي إلا Rho واحدة يعني سواء أخدتوا موجب أو سالب بالحالتين كنت تحطوصلوا نفس هاي الرho معناتوا هذا السؤال أنا ما بقدر أجيب فيه إلا Rho واحدة فحدود الRho في هذا السؤال بتيجوا بتخصروها بين صفر وأربعة كوسين Phi الآن لو طلع معكم مثلاً Rho 1 بتساوي 1 Rho 2 بتساوي 3 فبتيجوا بتحكوا إنه Rho مخصورة بين الواحد والثلاث لكن أنا بحكوا إنه ما طلع عندي إلا Rho واحدة فبحص الرho عندي بين الزير وبين أربعة كوسين Phi تمام، نيجي للإشي الثاني نيجي لل Phi بدي أطلع حدود Phi عشان أجي أطلع حدود Phi Phi عشان أطلعها حكينا لها عدة حالات بسأل حالي السؤال الأول هل السؤال بيحتوي على كون؟ يعني هل فيه إشي من المعادلات هاي؟ فيها معادلة كون؟ هتلاقوا إنه لا السؤال ما فيه كون هو فيه سفير فقط بما إنه هذا السؤال فيه سفير فقط فباجأ بسأل حالي السؤال الثاني اللي بتعلق بالسفير هل هالسفير سنترها 0 0 0 ولا هي سفير إلها ارتفاع معين؟ لاحظوا إنه السفير تبعتي هي عبارة عن 0 0 2 تمام؟ السفير قيمتها 0 0 2 والرديس تبعها 2 سفير بالكامل موجودة فوق الإكس واي بلين سفير الراديس تبعها 2 والسنتر تبعها 0 0 2 معناته هي سفير كل ياتها جاي فوق الإكس واي بلين بما إنه السفير جاي كل ياتها فوق الإكس واي بلين إذن فاي ما بجيبها من المعادلات فاي عبارة عن زاوية محصورة بين صفر وباي على 2 زي ما سبق شرحنا متى فاي بجيبها من المعادلات إذا السؤال فيه كون؟ إذا السؤال فيه كون بحاول أعمل علاقة بين زد ور إنه زد بتساوي عدد مضروبه في آر لكن بما إنه ما عندي كون بهذا السؤال هيكون في عندي سفير فقط سفير فقط فعلا هاي اللي سفير يا بدها تكون بالكامل فوق الإكس واي بلين أو تحت إكس واي بلين أو تكون سفير سنترها 0 0 0 هون سفير تبعتي كل ياتها فوق الإكس واي بلين ففاي كانت بين 0 و باي على 2 طيب ضايل ثيتا ثيتا بجيبها بطريقة بالطريقة اللي تعلمناها في البولر والسيلندري كالباجر معادلات الإكس والواي برسم رسمة 2D بس من معادلات الإكس والواي شو عندي معادلات إكس وواي؟ عندي واي محصورة بين جذر أربعة ناقص إكس تربيع هذا جذر علوي حكيانا هذا نص علوي طيب سالب جذر أربعة ناقص إكس تربيع هاي جذر هذا العفوان النص السفلي إذا أنا فعليا عندي دائرة كاملة بس انتبهوا برضو حدود الإكس من سالب 2 لتنين فعلا إذا أنا هون بما إني عم بحكي عن دائرة كاملة إذا حدود ثيتا هتكون محصورة بين 0 و 2 باي يعني هاي الشغلات لو كان عندي السؤال فقط نص علوي لو كان السؤال فقط نص علوي كان حكيت حدود ثيتا من 0 لباي لو بس نص سفلي من باي لتنين باي بس ما إنه أنا عندي علوي وسفلي فبها الحالة أخدت الدائرة كاملة تمام؟ صار عندكم ثيتا حدودها من 0 ل 2 باي فاي حدودها طلع معي من 0 لباي على 2 وفي عندي الرو طلع حدودها من 0 ل 4 كسين فاي نجرى السؤال اللي بعدها نفس الطريقة بالطلع السؤال بحكيه لحول هذا الإشي اللي هو ريكتانجولر نحوله لأسفريكل نكتب كل المعادلات اللي عندنا ياها بالسؤال أول إشي هاي X يعني عندي X 0 X 1 Y 0 Y جذر 1-X2 هاي Z Z جذر X تربية زائد Y تربية عندي Z الثانية بتساوي جذر 2-X تربية ناقص Y تربية أكبر غلط بغلطوه الطلاب بيش بحكي خلاص ما هي هاي دا تصير رو فبحاول أحول هاي لرو وهاي لرو هاي بدها تصير فيتا فهاي بحاولها لفيتا وهذا الإشي لا ما إله علاقة دائما عشان نحول لأسفريكل لازم نمشي على الطريقة اللي تعلمناها سفريكل عناصرها رو ثيتا فاي عناصرها رو ثيتا فاي بس بالبداية خلني أجهز السؤال السؤال تبعي X بدي أكتب قيمتها هاي نكتبها هيك على جنب X بدي أكتب قيمتها بدلالة السفريكل X إحنا عارفين إنه هي عبارة عن R كوسين ثيتا تمام؟ و R هي عبارة عن رو سين فاي فهاي حتطلع رو سين فاي كوسين ثيتا و Y هتكون عبارة عن رو سين فاي سين ثيتا فرح يكون عندي X في Y هي عبارة عن رو سين فاي كوسين ثيتا رو سين فاي سين ثيتا لسه ما خلصنا فعندي الآن من القانون من قانون السفريكل نفسه دي ذي هي عبارة عن رو تربيع سين فاي تمام؟ دي رو دي ثيتا دي فاي أو دي فاي دي ثيتا مثلا هاي دي ثيتا دي فاي أو دي فاي دي ثيتا تمام؟ طيب كيفنا نطلع حدود الرو باجب أشوف بالسؤال نرجع رو دائما ما بجيبها إلا من معادلة سفير بدور على معادلة سفير في السؤال هاي معادلة سفير بقدر أجيبها من هون ربقوا لي الطرفين هيطلع عندي Z تربية وجيبوا X تربية و Y تربية يعني هيطلع عندي X تربية زائد Y تربية زائد Z تربية شو بتساوي؟ بتساوي ثنين هل عندي قيمة تانية إلى رو بقدر أطلعها بالسؤال؟ طالما ما في كرة تانية في السؤال ما بقدر أطلع قيمة تانية إلى رو إذن رو من صفر لجدر التنين خلصت رو تعالوا لفاي بسأل حالي سؤال هل السؤال بيحتوي على كون؟ نعم هاي عبارة عن معادلة كون هاي عبارة عن معادلة كون طب هادا الكون باجيب أشوف هو أبر هاي عبارة عن معادلة كون؟ هادا السؤال بيحكيلي أنه أنا هون أبر كيف عرفت أنه أبر؟ جذر موجب بما أنه أبر على طول بتيجي بتحكيوا أنه الفاي ستكون محصورة بين صفر والزاوية اللي ستجيبوها من هاي المعادلة الزاوية اللي ستجيبوها من هاي المعادلة بتيجي بتكتبوا X تربية زائد Y تربية هي نفسها R تربية تحت الجذر يعني زد تساوي R القانون بيحكيلي هي عبارة عن تان انفرس واحد على معامل R يعني واحد يعني فاي بتساوي باي على أربعة إذن حدود الفاي من صفر لباي على أربعة ليش من صفر لباي على أربعة لأنه كون علوي لو كان كون سفليه رح يكون من زاوية معينة هتطلع معي من هون تمام؟ وأكيد رح تكونوا أنتم غمضين زاوية بالربع التاني لباي على تنين لو كان الكون تبعي سفلي طب شو ضايا لاندي؟ ضايا لاندي طبعا إحنا هون حطناهم هون مفروض هدول نحطهم هاي الحدود لثا احنا نحطهم لفاي اللي هي من زيرهم لباي أوفر فور نيجي لثا ثا عشان نعرف نطلعها لازم أرسم رسم 2D من الـ X و الـ Y في عندي نص دائرة علوي تمام؟ ممكن واحد يتسرع ويحكي على طول بما أنه نص علوي من صفر لباي على اثنين بس ننتبه ركزوا برضو على الـ Xات عندى الـ Xات حدودها من صفر إلى واحد Xات حدودها عندي من صفر كلا هو م opportunity just Jahre النص العلوي بدى جزء من النص العلوي ما بدى إياهه كامل تمام؟ ما حكا لي الـ Xات من salب واحد إلى واحد لو من سالب واحد إلى واحد كان أخدت النص العلوي كامل فهو ما بدى إلا الجزء العلوي وبنفس الوقت اليمين تمام؟ فهونا بما إنا عم بحكي عن الربع الأول فثيتا رح تكون من صفر لبع على ثنين من رسمة 2D اللي أخدتها من الـ X وأخدتها من الـ Y تمام؟ هذا النوع الأول من الأسئلة اللي هو يعطيني تكامل وأحول هذا التكامل لـ spherical نجي لسؤال لقم 3 سؤال لقم 3 أحكي لي سؤال لقم 4 أريد أن أستخدم هذا السؤال مرة كارتيزيان مرة cylindrical مرة spherical بالـ triple integral نريد أن نرى نفس التكامل كيف نستطيع أن نكتب من الصفر ككارتيزيان التي هي نفسها rectangular أو cylindrical أو spherical تمام؟ طبعاً هذا السؤال سبق أخذناه حلناه بطريقة cylindrical أو بطريقة البولر بالـ double integral الآن دعنا نفهمهم كلهم مع بعض إذا أردنا أن نفهم هذا السؤال لا أصحب عليكم أي سؤال triple integral نبدأ نحن بطريقة الكارتيزيان القانون تبعنا الـ volume هو يكون عبارة عن triple integral dv والdv تكون عبارة عن dx dy dz تمام؟ تكون عبارة عن dx dy dz الآن الـ dz هي عبارة عن لو أنا بدي أبلش مثلاً التكامل تبعي بدي أعتبره بالبداية يكون عبارة عن z بعديها y بعديها x دائماً إذا ما قيدكم أنتوا بلشوا z y x تمام؟ الآن z معناته أنا محتاج z1 و z2 الآن بالسؤال إذا ما حكى لكم كلمة above and below لو ما حكى لنا كلمة above and below بقدر آجة أطلع زد الكبير و زد الصغيرة يكون هنا زد الكبير و زد الصغيرة يعني هنا بعوض صفر بطريقة معي z صفر هون بعوض صفر بطريقة x و y بطريقة معي z اثنين تمام؟ لكن مش هاد اللي بحكمنا في زد السفلية والعلوية لما يعطيني above and below تمام؟ هاد لما يعطيني إشي باش بعوض قيم لكن لما يحكي لي above and below هو أجبرني لما يحكي لي أنه إحنا below the cone معناته الكون هو زي كأنه هو اللي موجود فوق والسفير هي اللي تحته و بحكي لي أنا أبفل السفير أنا فوق السفير وتحت الكون معناته الكون هي الحد العلوي تمام؟ والسفير هي الحد السفلي فهون باجي بحكي أنه التكامل تبعي كزد راح يكون عندي الحد العلوي هو الكون اللي هو عبارة عن جذر 3x تربية زائد 3y تربية وهون لو أجي أطلع معادلة الزد راح تكون عبارة عن زد بتساوي جذر 4-x تربية ناقص y تربية ولاحظوا أني أخدت الجذر الموجب ليش أخدت الجذر الموجب؟ لأنه هذا الجذر موجب هاي قاعدة حكيناها سابقا دائما إذا الجذر الأول موجب يأخذوا الجذر الثاني موجب بالزدات تمام؟ إذا الجذر الأول سالب يأخذوا الجذر الثاني سالب طيب كيف بدأي أطلع ال-y وال-x؟ نرجع لشغلة برضو حكيناها لما أخذنا double integral وأخذنا أول triple integral أنه دائما لما يكون السؤال بيحتوي على زدتين لما تساووهم ببعض حيطلع معكم معادلة تمام؟ معادلة 2-D نرسمها تمام؟ من هاي المعادلة باش بطلع حدود ال-x وال-y تمام؟ ساووهم ببعض عوضوا هاي مكان زد تربية راح يروح الجذر مع التربية وحيطلع عندي 4-x تربية زائد 4-y تربية بتساوي 4 يعني هي عبارة عن x تربية زائد y تربية تساوي 1 هاي عبارة عن رسم الدائرة هل فيه اشي بيمنعني أني أضلل هاي الدائرة كاملة؟ لا تمام؟ هلا كيف بطلع dy و dx؟ طبعا بما أنها دائرة أكيد السيلندريكل ستكون أسهل بس هنا مشبرني فباجي برسم مربع ايش بدي بالبداية؟ بدي بالبداية dy بمد الخط طبع ال-y تمام؟ فبدي إياها من y تساوي لو y تساوي فرح تكون من y تساوي جذر 1-x تربية تمام؟ هذا الجذر سالب وهذا الجذر موجب فرح يكون عندي من سالب جذر 1-x تربية لموجب جذر 1-x تربية تمام؟ طب نجي للتكامل الأخير؟ التكامل الأخير دائما وأبدا أرقام لازم يكون أرقام بس هو dx من أقل قيمة في x إلى أكبر قيمة في x بما أن ال-radius 1 فها تكون من من-1 إلى 1 هيك أنا كتبته كارتيزيان وهو أسهل إيش على الإطلاق دائما الكارتيزيان طب تعالوا للسيلندريكل شو عناصر السيلندريكل؟ نتذكر ال-dV بالسيلندريكل ال-dV بالسيلندريكل triple integral قيمتها هي عبارة عن إيش؟ r-dZ dr-dθ وممنوع أبدل ولا واحدة فيهم ومنوع نبدل ولا واحدة فيهم تمام؟ طب شو هي ال-dZ؟ z هي نفسها z z هي نفسها z بس شو اللي بفرق؟ أنه ممنوع يضلهم x و y لازم يصيروا r و theta فبسيطة هاي هي عبارة عن جذر الثلاثة r طب وهاي هي عبارة عن جذر تمام؟ 4 ناقص r تربيع هيك أنا جبت dZ بس كتبتها بدلالة r ودلالة theta طب نأتي إلى r و theta r و theta مين بجيبهم؟ بجيبهم من نفسها الرسمة من رسمة الدائرة لأنه احنا حكينا أصلاً مجرد ما نشوف دائرة لو السؤال ما كان محدد للطريقة اللي باستخدمها للحل بظل مبلش زي هيك بس بوصل هون بلاقي رسم الدائرة على طول بحول على السيلندريكل كنا عارفين أنه هي أسهل إشي من 0 ل 1 زي ما كنا متعلمين زمان طب theta دائرة كاملة من 0 ل 2 باي يعني لاحظوا السيلندريكل ما أسهلها لاحظوا السيلندريكل كيف طلعت هي أسرع واحدة بين هؤلاء الثلاثة الآن نشوف برضو السفيركل السفيركل شو عناصرها؟ عناصر السفيركل الفوليوم يساوي triple integral رو تربيع سين فاي هاي ثابتة تمام؟ دي رو دي ثيتا دي فاي وحكينا ثيتا وفاي بتقدروا تبدله بينهم تمام؟ الآن حكينا رو دائماً منجيبها من الدائرة فاي دائماً منجيبها من الكون السؤال فيه دائرة وفيه كون الدائرة أو سوري الكرة الكرة ستعطيني رو تربيع بتساوي أربعة فرو محصورة بين 0 و2 على السريع طيب فاي فاي بجيبها من معادلة الكون تمام؟ معادلة الكون هي عبارة عن زد تساوي جذر الثلاثة R حكينا لما يكون عندي زد بتساوي جذر الثلاثة R فوقتها فاي هي عبارة عن تان انفرس واحد على العدد واحد جذر الثلاثة تمام؟ يعني فاي عبارة فعلياً عن باي أوفر سكس تمام؟ وبما انه عم بحكة عن كون علوي حكينا الكون العلوي دائماً حدوده بتكون من صفر للزاوية اللي بتطلع معي لباي أوفر ستة طيب فاي تا هي نفسها فاي تا تبعة 2D نفسها فاي تا تبعة 2D رسمة 2D اللي هون اللي هي نفسها تبعة السيلندريكل هي عبارة عن من زيرو لتو باي هيك أنا بكون طلعت للسفيريكل تمام؟ فلاحظوا بالامتحام لو جاب لكم سؤال اقترانات وطلعوا فيه سفيريكل اسرع بكتير من انه يجيب لكم معادلة او تكامل يحكي لكم اعملوا له كونفيرت حاولوا زي اول سؤالين انا نعمل له كونفيرت لسفيريكل هداك ممكن نغلبكم اكتر ممكن نجيب لكم فيه افكار اكتر لكن هون دائماً يعني ما بتكون الافكار كتيرك سوف نأخذ كمان اجزامبل بس حتى نثبتها هدا الاجزامبل هدا نحسبه مرة كارتيزيان وبرضه مرة سيلندريكل ومرة سفيريكل هتلاعوا انه اطول اشي دائماً هو الكارتيزيان بالمناسبة واسرع اشي دائماً هو السيلندريكل تمام؟ نيجي لهذا السؤال بالامتحان طبعاً بقيدكم اذا كان ملتبل تشويس وممكن بالامتحان اذا كان اساة يطلب منكم الثلاثة السؤال معطيني زد الاولى عبارة عن كون زد التانية عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن سفير السؤال فيه سفير وفيه كون الكون هستفيد منه بالسفيريكل يطلع لي الفاي تمام؟ لكن السفير رح هتفيدني انها هتطلع لي رو لكن بلش عقشي اكس واي التكامل تبعي ثلاث تكاملات دي زد دي واي دي اكس من زد ون لزد تو كيف بعرفهم؟ السؤال ملزمني بأبفو بلو بحكي لي انا أبفو الكون يعني الكون موجود تحت انا فوقه فاذا الكون هو السفلي اللي هي عبارة عن سالب جذر ثلاثة اكس تربية زائد ثلاثة واي تربية بلو هاي طلعوا هذا الجذر سالب تاخدوا هاي كمان سالب فبتطلع عندي سالب جذر اربع ناقص اكس تربية ناقص واي تربية بلو هاي تربية ان الاول سالب بخذوا الجذر التاني سالب طيب طيب قالوا هلأ إلى لي دي واي دي اكس كيف بجيبهم؟ بساوي الاقترانين ببعض لما نسميهم ببعض ح will spy بعض نفس الاشي x تربية زائد واي تربية بصار عندي ذائد ثلاثة اكس تربية زائد ثلاثة واي تربية يعني انتهج عندي x تربية زائد واي تربية بتساوي واحد هي الرسمة هي مربعي بدي بالبداية يدعي Y لفوق لتحت هذه Y تساوي سالب الجذر و Y تساوي موجب الجذر فهاي عبارة عن سالب جذر عبارة عن سالب جذر 1 ناقص X تربيع موجب جذر 1 ناقص X تربيع الـ X من أقل قيمة بـ X لأكبر قيمة بـ X السيلندريكا R DZ DR D theta لاحظوا أنه عندي دائرة كاملة theta من 0 إلى 2 دائرة كاملة مد منها شعاع من صفر لواحد وهو الـ Radius طب نجرى الزد بس بحول هاي لـ R theta وبحول هاي لـ R theta هاي عبارة عن سالب جذر الثلاثة R وهي عبارة عن سالب جذر 4 ناقص R تربيع خلصة السيلندريكا تعالوا للـ Spherical الـ Spherical قانونها Rho تربيع sin phi لا تنسوها هاي هاي جاهزة من الـ D V D Rho D theta D phi تمام؟ Rho من وين نجيب Rho؟ من هون هي Rho تربيع بتساوي أربعة معناته Rho من 0 إلى 2 تمام؟ طيب نجي لـ theta و phi theta هي نفس theta اللي هون من 0 إلى 2 by theta ما تغيرها ضايل phi phi من وين بيجيبها؟ من معادلة الكون معادلة الكون بتحكيلي Z بتساوي سالب جذر الثلاثة R يعني phi هي عبارة عن tan inverse سالب واحد على جذر الثلاثة متى tan سالب في الربع الثاني؟ أول إشي شو الزاوية اللي تانها واحد على جذر الثلاثة هي عبارة عن الـ by على ستة تمام؟ الـ by على ستة شو قيمتها بالربع الثاني؟ خمسة با على ستة فأنا سأخي عليه أنّ phi عبارة عن خمسة با على ستة بالمناسبة بدعم 제를 بها طالب دائما من فاي اللي طلعت معي تذكروا الرسمة لا بوي لا بوي هيك انا بكون طلعت الفاي تبعتنا نأتي لهذه السؤالات السؤال بحكي لي ومعطيني هذه المعطيات أولى ومعطيني هذه المعطيات يعني زيك انا محصور بين هذول التو سفير تمام؟ وبحكي لي أولى أولى دائما حكينا معادلات السفير ستعطيني رو إذا كان عندي ثنتين سفير فعناته عندي رو وانو عندي رو 2 الكون هو اللي دائما هاخد منه إيش هاخد منه الفاي حسب الكيس المعطينيها في السؤال هلأ بنتو سيء ممكن تتلاقوا أنه هذا السؤال مش طالب منكم الفوليوم طالب منكم تكامل معين ما بتفرق يعني هذول هم اللي هيعطوني الحدود هلأ إذا هو بده بس فوليوم فأنا القانون تبعي بيكون triple integral لدي في تمام؟ سواء كانت سفيريكل أو كانت سيلندريكل أو كانت كارتيزيال لكن إذا هو كان بده إشي هون يكون مضروب بالدي في عادي بس بحوله للإشي المطلوب كسفيريكل أو سيلندريكل أو كارتيزيال تمام؟ احنا نعتبر أنه بس بده الدي في لأنه لهذا السؤال اللي عب فيه هيكون في حدود التكامل مبدئياً هاي بقدر من خلالها أجيب رو 1 اللي هي عبارة عن تينين وهي بقدر أجيب من خلالها رو 2 اللي هي عبارة عن ثلاث هيك أنا جبت حدود التكامل تبعت الرو فأنا باجي بحكي له رو تربية سين فاي هاي اللي هي جاي من دي في دي رو دي ثيتا دي فاي تمام؟ فأنا عندي الرو من اثنين لثلاث من اللي صغير اللي كبير طيب نجي الآن لفاي فاي دائماً بجيبها من الكون بما أنه حكالي أنا أوتسايد الكون بما أنه حكالي أوتسايد الكون وان لو أجيته حتلاقوا أنه هاي عبارة عن ز التربية تساوي R تربية على ثلاث يعني ز بتساوي إما أو سوري جذر الثلاث إما R أو واحد على جذر الثلاثة R أو ممكن تكون ز بتساوي سالب واحد على جذر الثلاثة R هذا هو الكون العلوي وهذا هو الكون السفلي أ oyun قاسP اونا حتول يعني Outside kun أنا غصر بالمنطقة البابين، تذكروا الرسمة تعدينا هاي كون هاي كون هاي كون هو كان هاي الزاوية الزاوية المحصورة بين هون وهون هو باده المنطقة Outside رأي م 믿ة هذه تمام؟ Sat الكون هذا أو outside بeka Henderson والكون السفلي الآن ثلاثة F b Plus philosophy ol Peterson phi عبارة عن tan inverse جذر الثلاث لأنه أنا بقلبها تمام tan inverse جذر الثلاث يعني phi فعليا هنا بتساوي pi على ثلاث هلأ هون phi الثانية هاي phi one phi الثانية هي عبارة عن tan inverse سالب جذر الثلاث يعني فعليا phi حكينا قيمة pi على ثلاث في الربع الثاني 2 pi على ثلاث إذن حدود phi تبعتي من pi على ثلاث ل2 pi على ثلاث لو كان بديه upper cone لحاله كان بحكي من صفر لبي على ثلاث بديه lower cone بحكي له من 2 pi على ثلاث لبي بديه اللي بينهم اللي هو معنى تاني outside فهو من pi على ثلاث ل2 pi على ثلاث نيجي الآن للثيث اتعودنا دائما ثيث نجيبها من معادلة أو هنهي خلنا نحكي رسمة two space تمام احنا لاحظوا زد ما بتهمنا تمام زد ما بتهمنا طبعا أنا كم رسمة two space عندي عندي رسمتين عندي x تربيع زائد وي تربيع بتساوي 4 وعندي x تربيع زائد وي تربيع بتساوي 9 يعني حتى الاسفير لو تكن ترسمونها رسمة two space هتكون بهذا الشكل وانا مضلع لعندي المنطقة اللي هون تمام هاي فعليا رسمة two space احنا كنا متعودين بالاسئلة الابل انه عندي دائرة واحدة لكن بهذا السؤال بحكم انه عندي two spheres تمام فصفة عندي two circles نيجي نمد الشعاع تبعنا طبعا لو انا بدي r r هتكون مثلا 2 و 3 من 2 ل 3 لكن انا بدي theta لاحظوا انه هل في اشي انا بمنعني اصلا اضلل المنطقة كاملة لا حتى لو انهم two sphere تمام بس انا فعليا مضلل عندي المنطقة كاملة من zero هين طالعا مبلشين من هذا الخط ومن هين في نفسه فهي برضو من zero لتو تمام هي عبارة عن من zero لتو ترجمة نانسي قنقر